ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله سنتابع في هذه المحاضرة بعونه تعالى الحديث حول نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا عن صحابية جليلة من النساء اللواتي كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم وسنحاول معا بعونه تعالى أن نستذكر بعض أهم بعض أهم مراحل حياتها وأهم المواقف التي مرت معها نبدأ بعونه تعالى لكن أرجو أنه إذا كان هناك ميغريفون مفتوح عند الأخت هاجر يبدو هناك ميغريفون مفتوح أن يتم إغلاقه حتى نستمع جيدا بإذن الله طبعا السحابية التي سنتحدث عنها اليوم شهدت الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار الكرام تسقي المجاهدين وتداوي جراح المصابين وتضرب بسيفها من أجل الحق وتفوقت في ذلك على الأبطال والفرسان فصارت مضربة الأمثال من هي برأيكم؟ من هي المرأة التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله؟ من تتوقعنا أن تكون؟ من تتوقعنا يا أخواتي؟ نسيبة المازينية الأستاذ ضياء تقول نسيبة المازينية نعم أيضا سمية سمية نعم طبعا الصحابية نسيبة بنت كعب نسيبة المازينية صحيح هي نسيبة المازينية رضي الله عنها هي صحابية جليلة سنتعرف اليوم على مواقف لها وسأحاول التركيز على نقطة مختلفة اليوم دائما نسيبة المازينية ما يتم الحديث عنها على أنها على جانب جهادها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنني اليوم بإذنه تعالى سأحاول مع كل أخواتي أن نركز على نقطة مهمة جداً ربما تكون هي الأبرز في حياة السيدة نسيبة وهي أنها كانت مدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أحببت أن أعنون درس اليوم بقولي أنها المدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً النسيبة المازينية رضي الله عنها كانت تعرف بلقبها وهي أم عمارة نسيبة بنت كعب بنت عمر بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن مازن بن النجار إذن هي يعود نسبها إلى بني النجار الذين هم قسم من قبيلة الخزرج التي كانت تسكن المدينة المنورة بجانب قبيلة الأوس طبعاً بني النجار ما هي قرابتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي قرابتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار إذن هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أخوال جده عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد روى البخاري عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دوري الأنصاري داره بني النجار طبعا هي إذن من أخوالي أو من قبيلة من القبيلة التي كانت هي أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أم النسيبة كان اسمها الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج أيضا إذن هي من أهل المدينة المنورة طبعا نسيبة المازينية كانت تسكن في المدينة المنورة لم تكن في مكة المكرمة لذلك عندما جاء الإسلام وانتشر الإسلام في المدينة المنورة كانت هي من أوائل من دخل في الإسلام من أخوتها المعروفين أيضا في الإسلام كان عبد الله بن كعب وطبعا أنا حاولت أن أركز على أخوتها على أزواجها على أولادها لنتعرف على هذه الأسرة كلها وما فيها من دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أخوتها منهم إثنان معروفان هما عبد الله وعبد الرحمة عبد الله أسلم وشهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها توفع بالمدينة سنة الثلاثين للهجرة وصلى عليه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إذن هذا عبد الله كان مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه دائما لم يتخلف عن أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان دائما معه في كل الغزوات أما عبد الرحمن فهو كان أحد البكائين طبعا هؤلاء البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيضوا من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إذن هذا من الذين كانوا يريدون الذهاب للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في غزوة تبوك ولكنه لم يجد ما يستطيع به الخروج لم يجد مالا ليشتري به راحلة أو ليشتري به سلاحا يستطيع به الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فعاد وهو يبكي طبعا غزوة تبوك هل تذكرنا ما اسم الجيش الذي كان فيها جيش تبوك كان له اسم مميز هل تذكرنا ما هو هل تذكرون ماذا كان اسم جيش غزوة تبوك جهزه عثمان بن عفان ماذا كان اسم هذا الجيش كان اسمه جيش العسرة لماذا سمي جيش العسرة لأن المسلمين كانوا يمرون بظروف مالية صعبة كان الحر شديد وكان الطعام قليل النفق قليلا وبالتالي كان هناك جيش يجاهزه النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى مال بحاجة إلى صدقات من المسلمين وأيضا العدو الذي كان سيقاتل أو سيقاتله المسلمون في تلك المعركة كان الروم وهم كانوا من الأقوياء أو أقوى الأقوياء هم والفرص في ذلك الوقت لذلك هذا الجيش سمي جيش العسرة وعثمان بن عفان رضي الله عنه تبرع بتجهيز هذا الجيش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذه الغزوة كان عبد الرحمن أخ نسيبة أحد الذين جاءوا أرادوا الغزو ولكنه لم يستطع أن يجد ما ينفق أو ما يستطيع أن يقدمه أو يمتلكه من مال من أجل الغزو فكان قد ذهب وعاد ويبكي حزنا لأنه لم يستطع المشاركة إذن هذه العائلة عائلة كما تبدو لنا عائلة يعني مخلصة عندها إيمان عندها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة لدين الله سبحانه وتعالى نسيبة إذا عدنا إليها نسيبة كانت من أوائل من دخل في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة بايع بيعة العقبة الكبرى التي كانت تسمى بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية وفي هذه البيعة خارج 73 رجلا ومرأتان من الأنصار في موسم الحج من أجل مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاء العهد للنبي صلى الله عليه وسلم طيب الآن إذا سألت ماذا تعني البيعة؟ ماذا تعني البيعة أخواتي؟ ما معنى البيعة؟ هل صوتي مسموع؟ البيعة العهد أيها إذن العهد العهد الموافقة على الخليفة العهد يعني القبول بالنظام معاهدة مثلا نعم معاهدة معاهدة هي إعطاء الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به الإيمان به هذه البيعة كانت فيها كما قلنا 73 رجلا ومرأتان المرأتان كانت الأولى أم عمارة كما تحدثنا والثانية أسماء بنت عمر التي تحدثنا عنها في درس من الدروس خطيبة النساء أسماء بنت عمر رضي الله عنهما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته في حرب الأحمر والأسود وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى وأثرة عليهم وأن لا ينازع الأمر أهله وأن يقولوا كلمة الحق إنما كانوا وأن لا يخافوا في الله لو متلائهم انظروا الآن أم عمارة منذ هذه البيعة كانت هي المرأة الوحيدة هي وأسماء بنت عمر رضي الله عنها خطيبة النساء والباقي رجال وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر إذن أم سلم هنا منذ أن باعت النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أقول أم سلم نسيبة رضي الله عنها منذ أن باعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد وضعت في بالها أنها يجب أن تدافع عن هذا الدين ويجب أن تنصره فإذن هي فهمت هذه البيعة على أنها إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولية أيضا ليست فقط إيمان إذن هي مسؤولية بماذا سوف تسأل عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن دين الحق الدفاع عن الإيمان تقديم كل ما تستطيع من أجل نصرة هذا الدين طبعا ابن إسحاق ذكر أن جميع من شهد العقبة من الأوس والخزر 73 رجلا ومرأتان المرأتان بايعتان نبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن فإذا أقررن قال اذهبنا فقد بايعتكن طيب برأيكم الآن بعد أن بايعت نسيبة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بعد أن بايعت هذه المبايعة ماذا فعلت دعونا نتصور أنفسنا مكان نسيبة وقد حضرنا مثل هذه البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعناه أو عاهدناه على أننا سوف ننصره وسوف نكون معه وسوف نقدم كل ما نستطيع لنصرة هذا الدين عندما أعود إلى بيتي ما الذي يمكن أن أفعله طبعا هنا تقول الأستاذ ضياء أن تقدم روحها فداء الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة نعم أيضا ماذا تفعل ماذا يمكن أن نفعل تصور ماذا يمكن أن نفعل غير الدفاع طبعا الدفاع ولكن الآن إذن عندي دعوة عندي دعوة صحيح الأستاذ عليها تقول أدعو النساء أدعو أهل بيتي أدعو الصلاة ألتزم بالدين كما تقول الأستاذة لطيفة إذن أنا هنا إذن أصبح عندي مسؤوليات مسؤوليات كبيرة من هذه المسؤوليات مسؤولية الدفاع عن الدين مسؤولية الدعوة لهذا الدين مسؤولية نصرة هذا الدين ومسؤولية الالتزام بما جاء في هذا الدين وهذا ما فعلته فعلا السيدة نسيبة رضي الله عنها انظروا مثلا إلى أزواجها وأولادها طبعا أنا عندما قلت لكم أنني أريد أن أركز على أولادها وعلى هذه العائلة تحدثنا عن الإخوة الإخوة كانوا مجاهدين وكانوا مقاتلين وكانوا مخلصين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع مارة تزوجت مرتان وهناك بعض المراجع تقول أنها تزوجت ثلاثة مرات بعضهم يقول أنها طلقت من زوجها الأول وتزوجت ثانية وبعضهم يقول لا توفي زوجها الأول فتزوجت بعدها إذن تزوجت قبل الإسلام من زيد بن عاصم الأنصاري وهو أيضا من الصحابة الذين شهدوا بيعة العقبة وبدرا وثم أحدا وتزوجت من غزية بن عمر الأنصاري بعد وفاة زوجها زيد وكان غزية أيضا ممن شهد بيعة العقبة وأحدا إذن كانت هي أزواجها سواء الأول أو الثاني كان من المجاهدين أيضا الذين شهدوا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أيضا من المدافعين مع النبي صلى الله عليه وسلم أما أولادها فكان لها عدة أولاد معروفين أشهرهم ولدها حبيب بن زيد بن عاصم حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله عنه من شهداء الإسلامي الأوائل حبيب بن زيد كان له قصة شهيرة جدا مع مسيلمة الكذاب من من كنا تعرف من هو مسيلمة؟ هل تعرفون من هو مسيلمة؟ هو الذي ادعى النبوة نعم إذن ادعى النبوة متى ادعى النبوة بعد وفاة النبي أم في حياة النبي؟ الأستاذ اللطيفة تقول بعده الأستاذ علي تقول بعد وفاة النبي طبعا المسيلمة الكذاب هو والذي طبعا أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيلمة الكذاب هو كان من بني حنيفة جاء هو وقومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في العام التاسع أعلنوا إسلامهم ثم عندما عاد إلى قومه قال أنا نبي أعلن نفسه نبي كما أن محمد نبي فإذن هو جاء اعتبر أن النبوة يعني أمر أعجبه فادعى النبوة في حياته النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل عاد إلى قومه وادعى النبوة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد يعني ابن نسيبة إلى مسيلمة أرسله ليرى ما القصة وأرسله بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل حبيب على مسيلمة الكذاب ومسيلمة الكذاب طبعا يعني استفحل أمره بصورة كبيرة جدا كان قومه عددهم كبيرا وعندما وجدوا أنه ادعى النبوة وكانوا يعرفون أنه كاذب ولكنهم كانوا يتبعونه فقط عصبية جاهلية يعني فقط أنه طالما أنه من قومهم فهم سوف يتبعونه رغم أنهم يعرفون أنه كاذب عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب إلى مسيلمة راح مسيلمة الكذاب يسأل حبيبا يقول له أتشهد أن محمد رسول الله يقول حبيب رضي الله عنه نعم ثم يقول له أتشهد أني رسول الله فيقول حبيب أنا أصم لا أسمع إذن أنا لا أسمع ماذا تقول فيكرر عليه مسيلمة هذا الكلام ويرد حبيب بالكلام نفسه ورغم أن حبيب رسول إليه وكان من عادة العرب أن لا يؤذون الرسل إلا أن مسيلمة لعنه الله يعني راح يعذب حبيبا عذابا شديدا جدا بحيث أنه صار يقطع لحمه قطعة وراء قطعة قطع يده ثم رجله وجدع أنفه وجدع وقطع أذنه وهو ما زال على قيد الحياة ويعيد عليه الكلام نفسه أتشهد أني رسول الله فيقول حبيب أنا أصم لا أسمع هكذا حتى مات رحمه الله إذن مات حبيب بهذه الصورة القاسية جدا جدا وعندما وصل الخبر إلى أمه نسيبة ماذا قالت من أجل مثل هذا الموقف أعددته وعند الله احتسدته لقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة صغيرا ووفى له اليوم كبيرا وإلى أن أمكنني الله من مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن الخدود عليه هذا ما قالته نسيبة رضي الله عنها تصوروا أن يأتيها هذا الخبر المحزن على ابنها وهذه الموتة القبيحة جدا التي قام بها هذا الإجرام الذي قام به مسيلمة بحق النهام فما تزيد إلا أن تقول هذا لمثل هذا أعددته تصوروا مدى الإيمان مبلغ الإيمان الذي كانت تؤمن به نسيبة رضي الله عنها سبحان الله سبحان الله فعلا لله درهن من أمهات مجاهدات صادقات لوجه الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم هي أستاذة لطيفة مدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فلذلك كان كل شيء في حياتها في خدمة الإسلام ودفاعا عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إذن لمثل هذا أعددته وعند الله احتسبته وهي لم تترك ثأره إذن هي قد وضعت في بالها أنها ولأن أمكنني الله من مسيلمة لأجعلن بناته يلطمنا الخدود عليه وفعلا وفت بقولها وسنرى كيف أهاب من أولادها أيضا عبد الله بن زيد بن عاصم هذا عبد الله بن زيد اشترك في قتل مسيلمة الكذاب عندما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحروب المرتدي فكانت من أصعب الحروب هو حرب اليمامة التي سيأتي ذكرها وكان ابنها عبد الله من المقاتلين فيها وكان قد اشترك في قتل مسيلمة الكذاب من أولاد نسيبة أيضا ضمرة بن غزيا بن عمر من زوجها الثاني ضمرة شهد أحدا مع أبيه وقتل يوم معركة الجسر التي قادها أبو عبيد الثقافي طبعا معركة الجسر هي من معارك الفتح التي جرت في عهد عمر من الخطاب رضي الله عنه كانت أحد المعارك التي حصلت على بين المسلمين والفرس من أوائل المعارك التي حصلت في العراق في فتح العراق وفيها خسر المسلمون معركة كبيرة هي معركة الجسر قتل فيها عدد كبير من المسلمين وقد سميت معركة الجسر لأنها كانت على قريبة من الجسر على نهر البويبوة وأحد فروع نهر نهر العراق نهر دجلة في العراق فإذن صارت هذه المعركة في العراق واستشهت ابنها ضمرا ضمن من استشهت في هذه المعركة إذن أيضا كان من المجاهدين أيضا ابنها تميم بن غزيا بن عمر هذا أيضا كان من أولادها بعضهم كان يقول أنه ابن زيد زوجها الأول وبعضهم كان يقول أنه ابن زوجها الثاني وكان أيضا من المقاتلين الشجعة إذن كما نلاحظ هذه الأسرة ما الذي يميزها برأيكم؟ ما الذي يميز أسرة نسيبة؟ رضي الله عنها الجهاد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أيضا ما الذي يميزها؟ ما الذي يميزها؟ قوة الإيمان نعم الوفاء نعم الوفاء نعم نعم صحيح الوفاء الإخلاص الشهادة قوة الإيمان هذا نعم نعم هذه كلها كلها صفات يعني سنجدها واضحة تماما في غزوة أحد هذه الغزوة التي قاتلت فيها أم عمارة مع النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة تقول أنها وطبعا نحن تحدثنا في دروس سابقة أو في محاضرات سابقة عن أن المسلمات كنا يشاركنا في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرج النساء للمعارك وكان هذا من عادة العرب كنا يخرجنا لسقاية المقاتلين لمداوات الجرحة لإعداد الطعام لإعادة الفارين للمشاركة في القتال عندما يستدعي الأمر ذلك عندما كما قلنا باعت نسيبة ووضعت كل أولادها وأفراد عائلتها وزوجها ونفسها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه حصلت غزوة أحد وغزوة أحد كما تعرفون كانت هي من أوائل الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت أم عمارة من المشاركات فيها تقول أم سعد بن سعد بن الربيع دخلت على أم عمارة فقلت لها يا خالة أخبريني خبرك يعني كيف قاتلت في غزوة أحد فقالت نسيبة خرجت أول النهار أنظروا ما يصنع الناس إذن أنا خرجت للمعركة كما نخرج عادة للمعارك من أجل سقاية الجرحة ومداواتهم تشجيع المقاتلين إلى آخرهم ولكنها عندما ومعي سقاء فيهما فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين إذن كان النصر في بداية الغزوة كما نعرف للمسلمين ولكن ما الذي جعل المعركة تختلف؟ ما الذي غير نتيجة المعركة؟ هل تذكر؟ هل تذكرنا ما الذي غير نتيجة معركة أحد؟ معركة أحد كانت البداية فيها النصر للمسلمين ما الذي غير النصر إلى هزيمة وبدأ الكفار الآن هم من يضربون المسلمين؟ ما الذي حصل في غزوة أحد؟ هل تذكرون؟ مقادرة الرماء للجبل نعم نعم إذن مخالفة الرماء للجبل مخالفة الرماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والكفاف خالد بن الوليد الذي كان لم يسلم بعد خلف جيش المسلمين وانقضاده عليهم عندما انقضى خالد بن الوليد على جيش المسلمين وراح يضربهم وبعد أن كان المسلمون قد نزلوا من الجبل وانكشف ظهر جيش المسلمين صار الضرب في المسلمين قويا جدا لذلك أم عمارة عندما رأت أن الموضوع اختلف وانهزم المسلمون وجدت أن لا بد لها من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فحملت سيفها ونزلت إلى المعركة فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي فتقول أم سعد أنها وجدت جرحا في كتف نسيبة كان أغورا تقول أنها يمكن أن تضع بعض الروايات تقول أنها ممكن أن تضع يدها فيه يعني الكتف مأكول لحم منه والجرح عميق لدرجة أنها يمكن أن تضع اليد فيه فسألتها هل من أصابك بهذا الجرح؟ قالت هو ابن قميئة أقمأه الله أحد المقاتلين الكفار لما ول الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة قوية وهي ضربته ولكنها لم تستطع قتله كما قالت لأنه كان عليه درعان إذن هي عندما وجدت أحدهم أو أحد الكفار يأتي وينادي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ذهبت وهجمت على هذا الذي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتقاتلت معه وضربها هذه الضربة القوية التي بقي أثرها معها إلى أن توفيت رحمها الله في هذه الغزوة في غزوة أحد أيضا وهي تدافع النبي صلى الله عليه وسلم وتقاتل هذا القتال الشديد كانت أحد المواجهات شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقاتل أحد الفرسان الذي أراد أن يقتلها فلكنها استطاعت صده وأوقعته أرضاً وضربته ضربة قصاعقة فقتلته هي وابنها في معركة أحد تصوروا أصيب ابنها عبد الله بجرح في يده في عضبه فكان يده تنزف بغزارة جاءت أم عمارة وربطت يد ابنها وقالت له انهض للقتال تصوروا تصوروا هذا الموقف هي تقاتل بهذه الشجاعة وبهذه القوة وتواجه الفرسان ووجدت أن ابنها قد جرح جرحاً قوياً فربطت يده وقالت له قم للقتال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة النبي صلى الله عليه وسلم إذن وجد هذا الموقف منها موقف غاية في الأهمية من تطيقين من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة من تفعل هذا الفعل يا أم عمارة من تفعل هذا الفعل من تجد أن ابنها جريح وتربط له يده وتقول له قم تابع القتال لا تقول له ابتعد واجلس وتخاف عليه لذلك أكبر النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الفعل إكباراً كبيراً وعندما وجد من ضرب ابنها قال لها هذا من ضرب ابنك يا أم عمارة فانقضت على الذي ضرب ابنها وأوقعته أرضاً وقتلته هي من حولها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخذت ثأرك يا أم عمارة الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا رأيتها تقاتل بهم فإذا كانت هي دائماً بجانب النبي صلى الله عليه وسلم دائماً تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها بولدها بسيفها بزوجها بكل ما تملك من أجل أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً في هذه المعركة دعاً لها النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنها وقال لها رحمكم الله أهل البيت هذه أسرة مجاهدة أسرة مجاهدة ليست امرأة ليست فرداً أسرة كاملة متكاملة متناغمة تحب النبي صلى الله عليه وسلم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في البيعة وفهموا ماذا تعني البيعة تعني البيعة مسؤولية تحمل أعطوا كلمة وكانوا بقدر هذه الكلمة لذلك كانوا دائما حول النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم النبي رحمكم الله أهل البيت عندما سمعت أمي عمارة هذا قالت ادعوا الله لنا يا رسول الله أن نرافقك في الجنة انظروا ماذا قالت ادعوا الله أن نرافقك في الجنة تريد أن ترافقه هي وأسرتها كلها لا تريد أن تدخل الجنة وحدها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة فهنا كان ردها ما أبالي ما أصافني من الدنيا هذه إذن الأم التي جاءت من أجل أن تدافع عن هذا الدين بكل أسرتها وتطلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم هي وهذه الأسرة وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهم بإذن الله سيكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مع من أحبوا بإذن الله دعاله فعادت من هذه المعركة هي جريحة جرحا غائرا ابنها جريح جرحا غائر في النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد وقد أصيب المسلمون وكان درسا قاسيا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع من معنويات جيشه فأمر المسلمين بأن يخرجوا معه كل من كان معه في أحد أن يخرجوا معه لمطاردة الكفار وفعلا خرج المسلمون من أجل مطاردة الكفار إلى حمراء الأسد باعوا واشتروا وعادوا بالربح الوفير وكان في هذا تسلية لهم لكن أم عمارة لأن جرحها كان غائرا جدا لم تستطع الخروج فمع أنها حاولت وشدت على جرحها ولكنها من شدة النزف لم تستطع أن تخرج فعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاها عبد الله من أجل أن يطمئن عليها وعاد عبد الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنها جيدة وبصحة جيدة وجرحها سوف يطيب بإذنه تعالى وبذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عليها ويقدر لها هذا الجهاد الذي قامت به طيب إذا أردت أن أسأل وأنتن تسمعنا هذا الكلام ما الذي يخطر ببالكم؟ ما الذي يخطر ببالنا حول شخصية هذه المرأة؟ ما اللافت في شخصية هذه المرأة؟ هل فقط هو الجهاد؟ نسيبة المازينية على فكرة لم تكن مشهورة في الجاهلية بأنها كانت تقاتل أول قتال قاتلته هو في معركة أحد وقاتلت في معارك أخرى ما الذي يلفط النظر في هذه الشخصية؟ زود في الدنيا تقول الأستاذ علياء؟ نعم ثبات تمسك بالآخرة نعم صحيح أيضا أنا من جهتي أكثر ما لفت نظري في هذه الشخصية هو فعلاً فهمها ووعيها لمسؤولية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي كانت تفهمه على أنه ليس دفاعاً عن شخص عن شخص بشر إنما هو دفاع عن دين دفاع عن إسلام دفاع عن وعي دفاع عن رسالة كونية دفاع عن رحمة للعالمين لذلك كل شيء يهون في سبيل سلامة هذا الدين وسلامة هذا الإيمان لذلك كنا نجد أنها يعني لا تبخل لا بنفسها عند هذا الثبات هذا الإقدام هذه الشجاعة القتال بالسيف ليس أمر سهل ليس أمر سهل إطلاقاً يعني حتى لو مجرد أن تتخيلوا أن تحملوا هذا السيف وتقاتلوا يعني تهاجموا الفرسان والرجال وكم تحتاج من ثبات كم تحتاج من قوة قلب كم تحتاج من قوة دراع كم تحتاج من إقدام كم تحتاج من إيمان عامر في قلبها وهذا فعلاً ما كان يميز أم عمارة أو نسيبة المازينية رحمها الله سبحان الله سبحان الله شيء لا يصدق فعلاً من هذه القوة التي زرعها الإيمان في نفسها كيف أن قوة إيمانها انعكست على قوتها الجسدية وعلى إقدامها وعلى عدم خوفها أم عمارة شاركت أيضاً في غزوة بن يقريضة وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم اشتركت في معركة خيبر واشتركت في بيعة الردوان وعندما تقول أم عمارة أنها عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان قد تقتل جلس في رحالنا يعني في خيامهم وقال إن الله أمرني بالبيعة فأقبل الناس يبايعونه تحت الشجرة على أن لا يعودوا طبعاً إلى أن يقاتلوا المشركين ولذلك سميت هذه البيعة بيعة الردوان وطبعاً كما تعرفون لم يقاتل المسلمون في هذه المعركة وتم صلح الحديبية وقتها وعندما صارت عمرة القضاء شهدت نسيبة أيضاً عمرة القضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت أيضاً الحديبية فتقول فكأني أنظر إلى النبي حين انتهى إلى البيت وهو على راحلته وابن رواحة آخذ بزمام راحلته وقد صف المسلمون له حين دانا من الركن حتى انتهي إليه طبعاً هنا البيت المقصود به مكة المكرمة فاستلم الركن عفواً الكعبة المكرمة فاستلم الركن بمحجنه مطبعاً بثوبه على راحلته والمسلمون يطوفون معه قد اتطبعوا بثيابه فإذن هي وصفت كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء في العام اللاحق بعد صلح الحديبية من المعارك التي شاركت بها أم عمارة كانت معركة حنين طبعاً معركة حنين جرت السنة الثانية للهجرة وكانت من المعارك التي كانت كان المسلمون على وشك أن يخسروها رغم أنهم يعني أول ما بدأت المعركة كان فيها هجوم مفاجئ من القبائل التي كانت تقاتل وقتها فانهزم المسلمون في كل مكان فراح النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هو مجموعة من الصحابة تقول النسيبة أنها كانت وأربع نسوة من الثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي يدها سيفاً صارم كان معها أم سليم كما تحدثنا في المرة الماضية وكان معها أيضاً أم صليط وأم الحارث وكانت وراحت تنادي بالأنصار أي عادة هذه ما لكم وللفرار وتنظروا وتدعوهم إلى العودة إلى القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً هذا الثبات في معركة هناين للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعاد القوات المسلمة من أجل القتال وفعلاً نجأ المسلمين من خسارة كانت يمكن أن تلحق بهم فلذلك كانت تقاتل في هذه المعركة قتالاً شديداً وكانت من الثابتين المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه وبجانبه تسمعه وينادي يا أصحاب سورة البقرة حتى عاد المسلمون وقاتلوا في المعركة وانتهت المعركة بالنصر للمسلمين إذن كما ترون فإنها كانت مقاتلة شديدة مدافعة شديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعرفون كان هناك مجموعة كبيرة من العرب الذين ارتدوا عن الإسلام بقيت مكة والمدينة وبعض القبائل العربية ولكن هناك قبائل كثيرة ارتدت عن الدين بعضهم من كان كما قلنا مثل مسيلم الكذاب قد بدأ برجدة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما استلم الخلافة أراد قتال هؤلاء من أجل أنهم أرادوا تغيير الدين ليس لأنهم ارتدوا ليس لأن الإسلام يعني يجبر الناس على الدخول في الدين إنما لأن هذه الحرب كانت حرب وجود كانوا يريدون تهديد المدينة مهاجمة المدينة المنورة يريدون إنهاء الإسلام بعضهم يريد التفريق بين الصلاة والزكاة بعضهم يريد إنهاء المسلمين جميعاً فقرر أبو بكر الدفاع عن الإسلام وهنا لا بد أن تكون نسيبة ضمن هذا الفريق المدافع عن الإسلام والدين فلذلك عندما صارت حرب اليمامة وجهز أبو بكر الصديق جيشاً من أجل مقاتلة مسيلمة وكان قائد هذا الجيش هو خالد بن الوليد جاءت نسيبة إلى أبو بكر وطلبت منه الإذن بالخروج مع الجيش فقال لها قد عرفنا بلاءك في الحرب فخرجي على اسم الله وأوصى خالد بن الوليد بها هي قاتلت في هذه المعركة قتالاً عنيفاً حتى أنها جرحت أحد عشر جرحاً بالإضافة طبعاً لجرحها الغائر الذي كان ما زال موجوداً منذ معركة أحد وفي هذه المعركة قطعت يدها إذن هي في هذه المعركة من شدة قتالها جرحت أحد عشر جرحاً وقطعت يدها وكانت دائماً تحاول البحث عن مسيلمة من أجل أن تبرى بنذرها الذي قتل ولدها ولكنها لم تستطع الوصول إليه قتله طبعاً مجموعة من المسلمين منهم وحشي ومنهم ابنها عبد الله كان بعض الرؤيات تقول كان من الذين ساهموا في قتل مسيلمة ولكن عادت نسيبة من هذه المعركة وهي مقطوعة اليد عادت نسيبة من هذه المعركة مقطوعة اليد بيد واحدة ومعها ابنها عبد الله أما يدها الأخرى فقد احتسبتها عند الله كما احتسبت من قبل ولدها الشهيد حبيب بن زين إذن هنا كما نجد الوعي المسؤول الذي تميزت به أم عمارة بالإخلاص لدينها وشجاعتها في الذود عن الدين وحرصها على ابتغاء ثواب عبادتها لذلك نجدها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ما أرى كل شيء إلا للرجال يا رسول الله وما أرى النساء يذكرن بشيء طبعا تقصد في القرآن فهنا نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما طبعا بعض الروايات تقول أن من سألت هي أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وروايات أخرى تقول أن السائلة كانت هي نسيبة المزنية الآن انظرنا معي إلى هذه الآية التي فيها هذه الصفات التي مدح الله بها النساء والرجال بهذه الخصال العشر ما هي هذه الخصال؟ يقول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات إذن أول خصلة هي الإسلام الدخول في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمؤمنين والمؤمنات والثاني هي الإيمان والإيمان طبعا غير الإسلام الإسلام هو الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين أما الإيمان فهو التصديق الكابل التصديق بالقلب إذن ليس هو مجرد دخول شكلي إنما عن قناعة والقانتين والقانتات وطبعا القنوط هو الطاعة وقيل هو المداومين على الطاعة والعبادة وأيضا الصادقين والصادقات إذن أيضا عندي صفة الصدق إذن الإسلام الإيمان الطاعة الصدق في القول والعمل والصابرين والصابرات الصبر والخاشعين والخاشعات الخشوع والمتصدقين والمتصدقات الصدق والصائمين والصائمات الصيام والحافظين فروجهم والحافظات حفظ الفرج والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذن عندي مجموعة من الصفات فيها إيمان وفيها عمل فيها صبر وفيها طاعة وفيها خشوع وفيها الصدقة وصيام وحفظ للفرج هؤلاء ماذا أعد الله لهم؟ مغفرة وأجرا عظيما هذه الآية تقال أنها نزلت بعد أن سألت السيدة نسيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يذكر دائم المؤمنين أين ذكر المؤمنات؟ فنزلت هذه الآية التي فيها هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأصناف العشرة أن هؤلاء كلهم كل من يمتلك منهم صفة من هذه الصفات لهم مغفرة وأجرا عظيمة فكيف إذا امتلك الجميع الصفات كلها؟ عندها إن شاء الله سيكون مع النسيبة التي طلبت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم رفيقته في الجنة هي وأسرتها أم عمارة نسيبة المازينية توفيت بعد معركة اليمامة متأثرة بجراحها طبعا بعد أن قطعت يدها كانت العلاج علاج بالزيت المغلي يحرقون أو يكون الجرح بهذا الشكل وهذا ما حصل معها ولكن مضاعفات إصابتها بقيت تعاني منها عاما كاملا ثم توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت في البقيع سنة 13 للهجرة رحمها الله هذه هي نسيبة المازينية التي دائما نسمع على أنها المجاهدة المقاتلة الفدائية ولكنني وجدت أنها هي المدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعنا عن الإسلام هل يكون فقط بالقتال والمشاركة في الحروب أم كيف يكون برأيكم أخواتي قبل أن أختم بالالتزام وأيضا كيف يكون دفاعنا عن ديننا بالكلمة والدعاء الالتزام بالدعوة الإسلامية بالوفاء نعم بالصورة الحسنة بالقدوة بحب الخير للآخرين ببيان رحمة هذا الدين ببيان رحمة الإسلام ببيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان عظمة الإسلام ببيان رحمة القرآن وما فيه من معاني كثير من الأمور التي يجب أن نكون مسؤولين عنها نحن عندما الكزمنا بهذا الدين وصدقنا بهذا الدين وقعت علينا مسؤولية الدفاع عن هذا الدين الدفاع عن هذا الدين لا تكون فقط بالخروج بالمظاهرات كما يفعلون ولكن بالتطبيق بالالتزام بالقدوة الحسنة بالالتزام بما جاء به الله سبحانه وتعالى بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا بكل أعمالنا وبالتطبيق الكامل وطبعاً بالتربية تربية أسرنا كما ربت نسيبة المازينية رضي الله عنها أسرتها على حب الإسلام ودفاع عن دين الله سبحانه وتعالى بالالتزام به وبهذا نكون مدافعين عن الإسلام وعن دين الله سبحانه وتعالى وألهمنا الله وإياكم الثواب والثبات وألهمنا وإياكم الحق وألهمنا العمل به بإذنه تعالى بالاتباع لا الابتداء وهذا طبعاً هو خلاصة القول بالاتباع لا الابتداء بإحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيق دين الله عز وجل أخواتي العزيزات انتهت محاضرتنا اليوم إذا كان هناك أي سؤال قبل أن أختم نستمع إن شاء الله وبإذنه تعالى سيكون لنا لقاء جديد غداً بإذنه تعالى مع صحابية جديدة بإذن الله تعالى نركز فيها على جانب مهم من جوانب نساء حول النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي هن قدواتنا رزقنا الله وإياكمنا العمل بدين الله والثبات على دين الله وأن نكون معهن في جنات النعيم بإذنه تعالى حياكم الله إذا كان هناك أي سؤال قبل أن أختم أنا مستعدة وفت ألفا تفضلي بارك الله بكم بارك الله بارك الله تمام بارك الله بكم إن شاء الله نلتقي غداً بإذنه تعالى بارك الله بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم من الله درس